شركة بابكو تتعاون مع سفرة الصين لدى مملكة البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر الطاقة المتجددة والتقانيات المتقدمة مشروع منصة التعلم الآلي مشروع تم تطويره بالتعاون بين شركة نفط البحرين بابكو ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي تسمح هذه المنصة للموظفين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومشروع التنبؤ بضغط البخار RVP وهو نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع ضغط البخار في أنظمة الشركة وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين كفاءة العمليات في بابكو وخفض تكاليفها كما ساعدت على تطوير قدرات الموظفين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع هذه التقنيات الذكية ويعد هذا التعاون المشترك خطوة مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير قدرات الموظفين في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون بين القطعين العام والخاص في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر